موسيقى هي قضية شباب الكاف والحكم بثلاثين سنة معناها من أجل تعاطي مادة مخدرة وتهيئة منشأة رياضية لتعاطي مادة مخدرة الحكم هذا القاسي بثلاثين سنة هو اللي كانت القطرة اللي أفضت الكاس وخليت معناها الرأي العام ونواب وأحزاب وسائل الإعلام وضعت الموضوع هذا على كأهم حدث في أحدث الساعة لكن العمل على تغيير قانون 52 عنده سنوات متواصل يعرف فترات معناها يكثر فيها الحديث تكثر فيها الخدمة ثم تبرد شوية منذ شهر أوت اللي فاتت شهر أوت الفين وعشرين فما خدمة كونستانت متواصلة ماشية فما دي كولكتيف تلمو كما الكوليك كما على الكيف كما أنفالي غاليزي بورفو كما برشا مستقلين شخصية أخرين مستقلين قاعدين يحضروا في مشروع جبهة اسمها جبهة تحرير الكيف أو فرانو دو لبراسيون دو كانابيس اللي عندها مقترح متع قانون بديل لـ 52 ما هوش تنقيح فقط وإنما قانون آخر كمبلت مو مبني على دراسات طبية علمية يعني تجربة مقارنة مع دول انطلقت تدريجيا في التقنين من إلغاء الحبس حتى يكش لوصلنا للتقنين وللشرعنا فيه تبويب للاستعمالات متع الكانابيس كما الاستعمالات الطبية كما الاستعمالات الصناعية وكما الاستعمالات الترفيهية وفيه أمبلان إيكونوميك كامل وفيه مقترحات حتى بتشكيل حاجة كما ديوان الزيت بش يشرف ولا كما القمرق اللي يشرف تاوى على التبغ يعني فهم مقترح دسم حلو برشا وإن شاء الله لـ 26 فبريد بش يتم الإعلان على الفران الجبهة هذية وبش يتقدم مشروع القانون هذي المطلب اللولاني هو تاوى هو أنه وقف كل الفصول السالبة للحرية في قانون 52 هذي اللي تاوى العاجل معناها نعرف إلي في تونس فم قوانين من قهد الاستعمار مازال تاوى تمشي كما منع بيع الكحول لغير منع بيع الكحول للمسلمين اليوم ممنوع رأوا بالقانون أنه تونسي يمشي يشري كحول من مغازة ممنوع قانونا ولكن القانون هذا متروك يعني غير معمول به نحن نطالبه بالنسبة للقانون 52 في العاجل حاليا اللي وقف معناها النزيفة ذاين بتاع الشباب اللي قاعد يمشي للحبوسات أنه فورا يتم أخذ قرار بالتخلي عن كل الفصول السالبة للحرية هذي الفوري بالنسبة للخدمة للقانون اللي كما قلت لك معناها ما هوش في نهار وليلة بيشتاخوا وقت ونتصور تواب بيشتاخوا أكثر وقت على خاطر في هالأسبوع ولا هالنهارين ثلاثة أياما ذوما شفنا أحزاب وجوه سياسية منظمات وجمعيات قانونية وغيرها اللي في السابق ما كان يعني مسبق لهيش انها هتمت بالقانون هذا وانها تعرضت له بطريقة سطحية من فوق يعني في سياق انتخابي لكن اليوم شفناها تقدم في مقترحات الكثير من المقترحات هذية للأسف معناها بقي في المعالجة السطحية للموضوع نقطة الخلاف مع المقترح اللي احنا كتبينو وندفوا عليه ومعا جل المقترحات اللي قاعدين نشوف فيها اليوم أطابت هي عدم اعتبار اللي يستهلك الكيف مذنب ومجرم المقترحات لكل الأخرى ماشية في ويد انه نعرف اللي فيها خلط كبير ما بين الكيف وما بين باقي المخدرات السمية معناها اليوم راهو مش معقول يجيك تبيب مثلا عنده جماعية ولا يجيك سياسي يقول لك يحكي عالمخدرات اللي كلها فرتشكارة معناها كما سيجارو لعبة كما اللي يزرق في السوبيتيكس كما يكلف الحراب الشلحة بيحطهم وكل مع بعضهم وبعد يقول لك المخدرات تؤدي إلى الجريمة وتؤدي إلى المشاكل وإلى الاغتصاب وإلى السلقة وإلى كذا هذا الفرق ما بيننا وبينهم احنا نعتبر انه الكيف ماهوش جريمة والتي تكايف الكيف ماهوش مذنب الكيف لا يؤدي إلى الإدمان وهذا مثبت علميا وعننا دراسات معناها في الاتجاه هذا يعني الإدمان على الكيف أقل بكثير مثبت علميا من الإدمان على القهوة ولا الإدمان على استعمال السكر يعني إذا كان اليوم تحبوا نقارنوا كيفاش معناها ناس تشرب في قهوها وتحط فيها في السكر وهي أخطر من الكيف تجي اليوم تجرم الشباب التونسي وتحطوا في الحبس على سيجار وكيف يعني احنا اليوم نكسروا في الوهمة ذايا من أنه الكيف يقودك إلى المخدرات الخطيرة هذا علميا بشهادة منظمة الصحة العالمية انتهينا منه وسكر ليه ورميناه في الزبلة لكلام هذا ما زال يتردد في تونس البرشة أسباب تعرضوا لها يمكن هذا يلزموا يقف الكيف ما يقديش للتدرج نحو المخدرات الخطيرة بتاتا الكيف ما فيهوش إدمان نتحدثوا على إدمان خفيف بارشة قتلك كيمة الإدمان على شرب القهوة كيمة الإدمان على استعمال السكر أقل من إدمان على تدخين السجئر لا يقارن بالكحول وبمذاره بالإدمان على الكحول وقتها نبدأوا نتحدثوا معناها على أنه الرغبة في التكييف مستمرة بعد 15 سنة من الاستهلاك المتواصل اليومي وقتها نبدأوا نحكيه المعطيات اللي عنا أنه من عام 92 فم أكثر من 120 ألف تونسي وراهم عائلاتهم حطمهم القانون 52 سيئ الذكر الأرقام هذية اللي خليت زادة تأثر على الحياة السجنية الاكتظاث في السجون السبب له ولمتاعه هو قانون 52 اللي هزف الشباب على بعضه اقتصادياً الثمن اللي قاعد يمشي اليومة في السوق السوداء في تونس اللي تبيع، تجيب في نوعية متعكيف ما نعرفوش عليها، وين تتصنعها؟ ما هو السموم اللي يزيدوا فيها؟ ومعناش ثيقة أصلاً في الناس اللي عندهم متحكمين في السوق هذي اللي نسميه ما احنا الكبارة اللي دخلوا فيها التونس قاعدة تستنزف في تقريباً 500 مليار سنوين من جيوب التونسي نقطة استفهام كبيرة، علش الدولة في تونس شادة صحيح اليوم في قانون 52 رغم اللي عندها المعطيات هذي كل رغم أنه قانون 52 انتع مايه 92 وزارة العدل نفسها قالت أنه قانون فاشل لم يؤدي إلى التقليص من انتشار المخدرات بالعكس المخدرات انتشرت بسيفة رهيبة في عام 92 مكانش عن مخدرات بالدرجة هذي في تونس يعني قانون 52 يمثل أحسن إطار تشريعي للعصابات متع التهريب باش يحطوا كل 500 مليار في جيوبهم كل عام والرقم راه ينجم يكون أكبر بيسر يعني هذا رقم تقديري هو مش احنا اللي اربطنا يمكن احنا اللي قاعدين نحنا نتكلموا أكثر ونحكيوا أكثر لكن الشباب اللي هبطت هو شباب الأحياء الشعبية الشباب اللي هبطت عليه الخبر متاع ذلك الحكم بال30 سنة كالصاعقة هو شباب اللي يشترك يشترك مع الشباب اللي عنده مطالب اجتماعية وسياسية عندهم نفس المطالب يطالبوا بالحرية يطالبوا بالكرامة يطالبوا بالشغل يحتاجوا على غلاء المعيشة ويحتاجوا على السياسات الحكومية الشباب اللي حياء الشعبية هذي ما عندوش علاقة مباشرة بالسياسيين وما هوش مهتم باللي صاير ولا في القصبة ولا في كرتاج ولا في مجلس باردو بالنسبة ليه الطرف المقابل الحكومة يسميه الحاكم يعني الشرطة يعني البوليس هذيك بالنسبة ليه الدولة للأسف كيفاش يعمل فيه الحاكم هذي؟ يعمل فيه باهانة يعمل فيه بالضرب يعمل فيه بالابتزاز يعمل فيه بكل انواع الاهانات للكرامة البشرية فطبيعي جدا انه الشباب هذي باش ينطفظ على الشرطة على البوليس اللي يسميها هو الحاكم ويطالب في أول ما طالبه اليوم بإلغاء قانون 52 لأنه جهاز الشرطة اليوم نحبه ولا نكرهه يستعمل فيه قانون 52 باش يبتز الشباب باش ياخه الرشاوية على الشباب عنا شهادات من شباب يتوقف بجونته يهزوه للدستريبيوتور بتاع الفلوس باش يجبد الرشوة ويعطيه هذي شهادات عنا من شباب ونعيش فيها كل اليوم معناها ويزينا من نفاق الاجتماعي اليوم التقاء الشباب اللي طالب بإلغاء قانون 52 تحرير القنب وبين الشباب اللي هابت لمطالب سياسية ويطالب برحيل الحكومة هذه أو يطالب بتغيير وتحسين المعيشة معناها وظروف المعيشة في تونس فهم التقاء موضوعي مبينتهم لأنهم الزوز ثائرين على الوضع وثائرين على الظلم وهذا معناها من نجموش نجيو ضده لأنه التشابك وتلاقي النظالات والمطالب الاجتماعية احنا من نجمو كان نثمنوها ومن نجمو كان نقفو معاهم ونعاونوهم بالنصيحة وبالتوجيه ماهوش صحيح هذا مطلب شعبي عنا اكثر من ثلاث ملين كونسوماتور في تونس السياسيين يغذرون لهم كقوة انتخابية يتفكروهم وقت الانتخابات ويحاولوا بشيغازلوهم ببعض الوعود الكاذبة كيمحصل في حاملة الباجي قايد السبسي واللي متحق منها حتى شيء للأسف اليوم مئات الالاف من العائلات في تونس تحتمت جراء جراء قلم جراء قانون اللي عمله بن علي عام ثمينة وتسعين بش يبيض صورته لانه خوه المنصف بن علي هو اللي تورط في قضية متاجرة بالمخدرات العالمية وجبدت باسبور ديبلوماتيك كيتشد في فرنسا وقفلت من العديلة وجاءت خبه في تونس فانظار العالم الكل كانت تغذر في عام ثمينة وتسعين البن علي كأنه يحمي في تجارة المخدرات العالمية الخدموا وقتها اقترحوا عليه قانون اثنينة وخمسين بش يوري العالم اللي هو يكافح في المخدرات وعمره مكان يخمم في حماية شباب تونس يعني مطلب اليوم إلغاء العمل بقانون اثنينة وخمسين مطلب جماهيري شعبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر